السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وصلي وصلي مبارك على سيدنا محمد والأصحاب وأجمعين ازايكم حبيبة عاملين ايه اخواتي وحبيبي يا رب تكونوا بخير. آآ طبعا بقيت الفيديو بتاع القرص. ازاي كنت عامل القرص وعملت دلوقتي اللي هو الرأي الفلاحي. طبعا بقى اكلة خفية تنفع غدا والله وتنفع فطار وتنفع عشاء كمان. آآ بحبت بقى ايه ويجدز على التوني حبيبي. طبعا بص منظر رأي الفلاحي. طعم شكله طحفة وتعمه جميل جدا بقى ريحته ببقى جميل جدا. طحفة ومسوينه على البدوغاز من فوق ولا فرن ولا اي حاجة. على الطاصة عادي في آآ على البدوغاز. بصوا جماله. بصوا لما معي كمية كتير جدا مع جبنا حدا بقى مع عسل يا سيدي. والله اكلة طحفة ولا لحمة ولا فراخ. اكلة خفيفة هي وترفع معنا الغدا وتنفع عشاء. عسل بقى اسبود عسل الابيض جبنا بيضة جبنا قريش. آآ جبنة قديمة تبقى جميلة جدا طحفة. طبعا ده ايه? دي الجبنة القديمة اللي انا كنت مستفيها معاكم في الفيديو بتاع المش اللي انا عملته. وآآ طبعا دي كانت آآ حتة الفتاوي اللي يعني بتاعت الجبنة عم قطتها كده بالطحين وعليها ايه? الزيت وآآ وطماطم وكده. ده دي راشة نس كيلوز ايه? طبعا نس كيلوز ايه معلقتين قشطة هو في الاول. كانوا في الفريزة اللي يعني القشطة. وهنزل بكوباية كبيرة لبن رايب. اهي. بحط الملح. ما بحطش خميرة ولا ايه حاجة. الرؤى الفلاحي بتحطلوش خميرة. هترشت ملحه معلقتين قشطة. ده اول حاجة. السبنة هحطها لسه في الاخر. ودي امتلجة عمالة ايه? افككة لسه برضو. وهدي كوباة اللبن الرايب اللي هيكت فايدة. انا سبتها معي. طبعا هاتيت حبيت لبن وسبت اللبن ايه? بقيته. اهو. كل ما بعوز احط. طبعا هاتيت الكوباة كلها عمتل. ودي ايه? نص كوباة آآ سمنة او سبدة ايه حاجة عندي سمنة بالدي سبدة. انا هاتيت سمنة نباتين على معلقتين سمنة بالدي. يعني بالحقيقة ايه يعني. عشان تدي ريحها كمان ايه للرأة حلوة. وطبعا عجن بقى ايه? الرأة بتاعنا عجنة حلوة كده. اهو. وطبعا انت ولا بس بيه يخمر ولا ايه حاجة. انت بيتساوها على طب بس بس بيه اللي عجنة هترتاح عشر دقيق او خمس دقيق بس هترتاح وتشتغل بها على طول. طبعا برضو كان فايت حبة لبن اهو حطتهم. وطبعا قادرين اعجن بقى ايه? آآ في الرأة بتاعنا كده لغاية ما ايه ما فيش حاجة تلزق في ادين ولا ايه حاجة. بصوا كده. اهو. بطريقة سهلة خالص ووجبة تنفع معنا والله غدا وتنفع عشان انا عملها عماتة انا اتغدنا بيها. يعني الكوبات اللبن اللي فاضت عملتي بها الرؤاة وقضيت بيه اليوم اتغدنا بيها. طبعا بصوا يا لسه العجنة بتلزق في ايدي هتنين اعجن فيها عجنة حلوة كده. اهي. طبعا هم عمتناش خمير ولا ايه حاجة. اهي. هتنين اعجن كده عجنة حلوة. وطبعا جبت ايه? العجنة بتاعت اهي بصوا بقى الجميلة بتاعة خمس دقايق او عشر دقايق. وطبعا هاي? هقطع الرؤاة بتاعي كله. طبعا جبت طبعا كده سيرفيز او صانية اي حاجة عندك. وعوصها بس دقيق. اهي. والرشدة رشدة دقيقة فيها. وبرضو ايه? الرؤاة بمساحها بديق كده عشان ايه نتشاقش معنا ولا ايه حاجة. اهي. نكبر بقى نزغر ممكن نعمل رؤاة كبيرة بس انا عملاها ايه? صغيرة مش عملاها كبيرة انا مقاسي اتصر ايه اللي انا سوي فيها. اهي. طبعا بحط كده ايه? في ايه? طبعا دقيق كده وايه? طبعا الرؤاة بتاعتي بقى ايه? بعوصها دي من فوق ومن تحت. وطبعا بسيبها بقى شوية برضو يجي خمس دقايق وبعد كده افرد على طور بقى. ايه باش تخمر بس هي عشان بس تبقى ايه? آآ مرتاحة معايا العجينة. اهي? طبعا هقطع كل ده. الرمى معايا كتير جدا لنص الكيلو والله. اهو. كده. وبدي برضو. احطها. اهو. اهو. بدي برضو ايه? راشد دقيق. وحطها ايه? عالطبق بتاعنا. اهو. سهل خالص. وطبعا اجيب اول واحدة افردها كده. اهي. لقاتها تلزق كده لازق كده روش راشد دقيق عليها. اهي. وقت ما لقاها تلزق كده رو قدها ايه راشد دقيق بس كده بسيطة. وافرق الرؤاة بتاعتي. طبعا ايه? حط الصينية على على البودوباز. تسخن. وطبعا عايصها ايه? اه. مسحة زيت بسيطة خالص. يعني ومسحتها بعدها بالمنديل. يعني مش حطها كتير ايه? اه مسحة زيت. اهي. نكبرها بقى نزغرها على حسب ما انت ايه بتحب بشكل الرؤاة. ده الصمك بتاعها حلوهية. فحطها واعمل واحدة تاني. هعمل بس كزا واحدة كده عشان ايه? ما تيجي تستوى بيستوى على طول. ما تيجي تسويها ايه? تبقى ما فيه واحدة تانية تعرف تحطيها. طبعا انا هفرق كده معي الرؤاة. اهي. كده. بصوه لقيتها لزاق كده حطيت حبت راشد دقيقة. اهي الصانية بتاحت ايه سخنت معي. طبعا نزلت بالرؤاة بصوه هتعمل بقى تستوي معي كل سهولة اهي. اهي. بصوه بديت اتعمل ايه? اهي تترفي معي اهي الرؤاة. اول ما ترفع كده بصوه العيش بقى معنا يا سيدي اهو. ولا فرن ولا حاجة. ما يبقى البدوغاز من فوق. اهي. طبعا انا بهبطها كده عشان تبقى ايه? تقول لها سوى واحد كده اهي. وطبعا عندنا طبق في فوتة. فوتة يكون نزيفة كده وتغطيها عشان ما ينشفت. تحطيه فوق بعضه عشان التانية تري معاك وجميل جدا. اهو. حطيت واحدة تانية هيت. بصوه. بصوه ارتفحها يا سيدي عالجميل. ولا ريحته بقى ما اقول لكمش. ريحت الراق دوت بيبقى ريحته جميل جدا. السمنة المعلتين السمنة اللي احنا حطينهم البلد مع القشطة مع اللبن الرايب بتبقى تحفة. بصوه اهو حطه بترفع معي على طول. اهو. بصوه ايدي ايدي فعلته عشان ما يتحرقش مننا بصوه. عمل زي العيشة اهو. بصو. يا سيدي عالجميل. طبعا جبته كده ورحت بقى ايه? هرصه في الطبق بتاعي هو تبصوه. يا سيدي يا سيدي وهو تبقى جبنة وعسل بقى وايه? وده كان غدانة هم بتشارككوا معي فيه. احلى رقاط فلاحة. طريقة سهلة وبسيطة. بقى بقية لبن بص رايب. اهو. طبعا حط ليش كل بص الكمية بسم اللي ما شاء الله ربا معي كتير جدا. وما خدش معنا اي وقت. اهو عربده غاز ومسوينه وما خدش معنا اي وقت. اهو. رايقوا بقى. اهو رايقوا في الجمال والحلويات دي. بصوا معي كمية دي. بصوا شكله طحفة. وبص بقى حبة العسل مع الجبنة القديمة يا سيدي. اكلة خفيفة هي. تو بصوا مش مكلفة خالص. اهو بصوا ربا انظروا رأى. كمية كبيرة جدا بسم الله. ماشاء الله. شكله حلو جدا. يا رب يكونوا الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى لو فيديو عجبكم. بصولوا لايك وفعلوا الجرس وحب اشكر كل واحد دخلي في البس. ولما دخليش برضو حب اشكروا. الف الف شكر لكم كلكم حبيبي وربنا يخليكم يا رب.